مبارح كمان قهربة قلت في كذا حلقة قبل كده وجود قهربة في رأس الحربة أو في مركز المهاجم بيدي نشاطه حيوية مبارح حسين الشحات ما كانش موفق في اللمسة الأخيرة وحسين الفترة اللي جاية محتاج يركز في اللمسة الأخيرة حسين بيعمل مجهود كبير جدا عشان يقدر يسترم الكورة ويتحرك وياخد أماكن كويسة ولكن اللمسة الأخيرة لو فيها سن التركيز حسين هيبقى من هدفين الفريق المسم الحالي عموماً مبارح أكتر نقطتين ممكن نقلق أو نحاول نسأل ونتطمن عليهم محمد عبد المنعم وياسر إبراهيم موقف المصابين وده يخليني أروح لفكرة موقف المصابين أنتوني مودست ملعبش مباراة سموحة ملعبش مباراة يانجي أفريكانز وغالباً هيبقى فيه اختبار طبي خلال الـ 24 ساعة اللي جاي عشان يطمئنه على حالة مودست استعداداً لمباراة بوليزداد الخبر اللي عندي أنه فيه أشعة هيجريها مودست خلال الساعات اللي جاية على العضلة الضمة عشان يتعرف موقفه النهائي من المشاركة في مباراة بوليزداد أو على الأقل موقفه من القيد في قيمة كأس العالم للأنديال اللي هيتم إرسالها بقر فأنتوني مودست لسه الموقف مش واضح بنسبة 100% في انتظار نتيجة الأشعة ولكن عايزة أطمنكم على حالة ياسر إبراهيم حالة ياسر إبراهيم حالة جيدة جداً هيخضع الاختبار طبي غداً الكادمة اللي تعرض لها في الرجبة بعد الاستضامة اللي حصل بينه من محمد الشناوي كان الكادمة قوية جداً ما قدرش يكمل المباراة وحتى الأهل عمل تغيير في السواني الأخيرة بنزول خالد عبد الفتاح ما كان ياسر إبراهيم دخل محمد هاني في قلب الدفاع بجوار رمي الربيع وخالد لعب باكريت في آخر ديئتين تلاتة يعني لكن عايزة أطمنكم أن فرص مشاركة ياسر في لقاء بوليزداد وردة بنسبة كبيرة جداً محمد عبد المنعم المفروض كان تعرب للتواء في الكاحل ويمكن الإصابة تعرض لها في آخر خمس دقائق في التدريب كان في كرة مشتركة مع حسين الشحات تطلع ونزل طبعاً بسبب أرضية الملعب حصل التواء في الكاحل حصل تورم كان صعب جداً الجهاز الطبي بقيادة دكتور أحمد جابالة طبيب الفريق يحسم في وقت إصابة محمد عبد المنعم غيابه قد إيه انتظر لغاية لما الورم هيدي شوية النهاردة الفريق وصل من تنزانيا صباح اليوم مفروض النهاردة محمد عبد المنعم بيعمل أشعة أشعة رانين تحديداً عشان الجهاز الطبي بكرة يبص على نتيجة الأشعة ويطمئن على حالة محمد عبد المنعم وارد أن الجهاز الطبي مع الجهاز الفني يفضل يريح محمد عبد المنعم مطش بلوزداد ما يكونش موجود فيه مباراة بلوزداد ولكن فكرة تواجد محمد عبد المنعم في قيمة الفريق في كأس العالم الأندية قبل نتيجة الأشعة الكلام مطمئن يعني الكلام بيقول بنسبة 60-70% محمد إن شاء الله موجود ويلحق مباراة كأس العالم للأندية ولكن عشان نحسم الموقف النهاردة محمد بيعمل أشعة عشان بقرى الجهاز الفني والجهاز الطبي يطمئنه ويدرس الحالة ويشوف الحالة بالزبط محتاجة أجهاز أسبوع أجهاز عشر أيام بحيث إن شاء الله قبل الصفر إلى السعودية أو حتى في وقت الصفر الفريق إلى السعودية يكون قدامنا يومين ثلاثة محمد ينسجم ويخش في التدريبات الجمعية ويكون جاهز إن شاء الله الأولى المباريات يوم 15 أمام اتحاد جدة بنسبة كبيرة يعني هيكون اتحاد جدة هو الأعرب للمشاركة أمام النادي الأهلي في أولى المباريات يوم 15 ديسمبر فبالتالي ده موقف ياسر موقف منعم موقف أنتوني مودست